بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين الفنانة نرمين الفئي حققت نجومية كبيرة في فترة التسعينات وامتدت للوقت الحالي وعلى الرغم من كلة أعمالها الفنية لكنها ما زالت تتمتع بجمال ساحر وطلع مبهرة لم تتغير مع تقدم السن نرمين أظهرت نشاط ملحوظ خلال الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا واعتنت بالظهور دائما في كل إطلالتها من خلال حسابها الشخصي على إنستجرام وتحدثت نرمين في مناسبات كتيرة ولقاءات تلفزيونية عن سبب عدم زواجها وقالت إن بداياتها الفنية شهدت نشاط كبير وأعمال كتيرة ما كانتش بتفكر في الزواج لأن شغلها بالانتشار والنجاح الفني وقالت أيضا إن اعتناءها بولدتها المريضة لفترة كبيرة شغلها كتير عن الزواج وقررت تأجيل الفكرة وإنها مش بترفض الزواج كما بدأ وبتحب الأسرة وبتتمنى إن يكون عندها أولاد وكانت بتتمنى إنها تتجوز شخص يشبه خالها اللي قالت إنها بتاع شخصيته وقالت إن فيه شخص تقدم لها قبل كده على أساس إنه مهندس معماري واكتشفت بعد كده إنه مقاول ومزور أوراق وشهادات جامعية واعترفت نرمين الفي إنها ندمت على أمرين مهمين في حياتها الأمر الأول إن شخصين تقدموا للزواج منها ورفضتهم وقتها لأسباب معينة وكانوا جديرين بالموافقة وهي ندمانة على فوات تلك الفرصة والأمر الثاني اللي ندمت عليه هو عدم الموافقة على الاشتراك في مسلسل عائلة الحج متولي وكان معروضة عليها تعمل دور مديحة اللي عملته سمية الخشة ترجمة نانسي قنقر